جدد رئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كافة الأطراف في المنطقة بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان محذرا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي طلقه الرئيس السيسي من الرئيس القبرسي نيكوس خريستو دوليدوس والذي شهد تأكيدا لالتزام البلدين بالتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي كما أكد الرئيسان التزامهما بأليات التعاون الثلاثي مع اليونان وباكتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي من جانبه ثمن رئيس القبرسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم وشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر